موسيقى النشرة الاقتصادية من الاخبارية السورية أهلا بكم نقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عيمة خميس رئيس مجلس الوزراء نقش المجلس عدد من القضايا الاقتصادية والمعيشية والخدمية حيث تم التوجيه لكافة الوزارات بتكثيف لقاءات مع المواطنين إضافة لذلك تمت الموافقة على خطة مصف سوريا المركزية المتعلقة باستأنف القرود مزيد من التفاصيل في التقرير التالي متابعة لقضايا المواطنين والوقوف على حاجاتهم وتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عيمة خميس رئيس المجلس أكد على جميع الوزراء والمحافظين ومديري المؤسسات والهيئة العامة ضرورة تكثيف اللقاءات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين بهدف شرح ظروف العمل الحكومي والوقوف على المشاكل والصعوبات وتقديم المعالجة المناسبة لهذه القضايا ووفق مجلس الوزراء على خطة مصر في سوريا المركزية المتعلقة باستأنف منح القرود من المصارف العامة على أن يخصص خمسون بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية إقرار تفعيل القرود من جديد في مختلف المصارف العاملة بسوريا بحيث أنه تم وضع ضوابط ومعايير تسمح بأنه خلال الفترات القادمة رح يكون خمسين بالمئة على الأقل من الإقراض في محفظة تسهيلات كل مصرف يجب أن تخصص للأعمال الإنتاجية هذا الكلام يساعد بتحريك عجلة الإنتاج والتنمية وبنفس الوقت بقيت أيضا حصة موجودة للقرود الاستهلاكية وأخذ بالاعتبار أيضا أنه المصارف العاملة بسوريا التي هي من القطاع العام والتي تشتغل بمجال العمل الاستهلاكي فقط لا غير مثل مصرف تسليف مثلا أنه هذون لهم وضع خاص بحيث أنه النسبة التي خصصت من محفظة التسهيلات للأغراض الاستهلاكية تمت مضاعفة لهذا النوع من المصارف اهتمت اليوم الحكومة في جلستها بموضوع إعادة فتح باب القرود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات من عام 2012 حتى الآن هذه القرود التي تهيئ الفرصة لتمويل هذه المشروعات وخاصة كان الاهتمام الأكبر ضمن قطاع المشروعات الانتاجية في المجالين الصناعي والزراعي ووضع مجموعة من المعايير والمحددات الأساسية لمنح هذه القرود وكذلك ترتيب الأولويات لهذه القطاعات ضمن كل قطاع عام كان صناعي أو زراعي بحيث يراعي مسائل أساسية سواء ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في البلد من خلال هذه المشاريع أو ما يتعلق بتخفيف فاتورة الاستيراد وتخفيضها ومن خلال إحلال بداء المستوردات يعني صناعة بعض المنتجات اللي بتغنينا عن الاستيراد من الخارج أو زراعتها ونظراً لأهمية التدريب في رفع كفاءة الكون البشرية وفق المجلس على برنامج التدريب المأجور الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المجلس وخلال الجلسة ناقش مشروع قانون بأعادة هيكلة وزارة المالية وضم الهيئة العامة للضرائب والرسوم إليها ووفق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره ناقش مجلس الوزراء موضوع إعادة هيكلة وزارة المالية من خلال إعادة ضم هيئة الأوراق هوية الضرائب والرسوم إلى وزارة المالية بحيث أصبحت تبعيتها إلى وزارة المالية ولكي تصبح مديرية من المديريات في وزارة المالية هذا من شأنه أن ينهي عمل هذه الهيئة وينهي الاسدواجية التي كانت موجودة لدى المديريات المختلفة في أنحاء القطر ووفق المجلس على كتاب الاتحاد العام للفلاحين المتعلق بتعديل مبلغ مكافأة الإنتاج التعاوني لسعر الشراء القمح والشعير حيث يقدم الاتحاد عدة خدمات أثناء تصنيف وتسويق واستلام مواسم الحبوب وقدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات والجهات الدولية موضحا أن القانون رقم واحد لعام 2011 أعطى الهيئة دورا محوريا في إدارة وتنسيق أنشطة وفعاليات التعاون الدولي في سوريا انطلقت فعاليات مهرجا التسوق الشهري صنيع في سوريا الذي تنظيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في مدينة الجلاء الرياضية بحضور رسميا وشعبية مزيد من التفاصيل مع رم عمار بحضور محافظ ريف دمشق المهندس على إبراهيم وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر ووزير الصناعة أحمد الحمو والعديد من الفعاليات الصناعية والاقتصادية انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري صنيع في سوريا الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في مدينة الجلاء الرياضية بمشاركة أكثر من مئة شركة تجارية تأمين سلعة للمواطن بسعر يستطيع شراءه ويستطيع أن يأخذ سلعة مكفولة ومضمونة وبسعر مناسب وهذا رد على كل من يحاول أن يؤثر على سوريا سوريا أقوى من كل الحصارات وكل الضغوطات كل سلعة المواطن من لباس وغزاء مؤمن وهذا كل تصنيع محلي من المادي الأولي إلى المنتج النهائي نعملين تنزيلات وحسومات وعروض للمواطن ونتحدى إذا بيجد أرخص من هالمهرجان بكل البلد فنحن نشعر مع المواطن السوري نحن الصناعيين من هذه البلد ونرجع لهذه البلد ونحن نريد أن ندعم المستهلك بأي صورة من الصور نحن ملاحظين الغلاء اللي بالأسواق وهي بالمشاركة مع وزارة الصناعة ومع مؤسسات تدخل الإيجابي تظاهرة صحية لتنزيل الأسعار بالأسواق هذه المنتجات اللي ينتجوها اليوم عم نشوفها هون بالمعرض مع تقديم حسومات للأخوة المواطنين في هذا الشهر الفضيل وأيضا يمكن شفتوا تنوع بالصناعات موجود عندنا الصناعات الغذائية والألبسة وكل ما يحتاجه المواطن السوري وهذا دليل على أن سوريا بألف خير وصناعتها مستمرة شيء كثير حلو نقول لكل المواطنين يجوا يكسب العروض اللي عم تقدمها الصناعيين واستفادوا أقبال بالنسبة لليوم الأول وخاصة للفترة لبعض الأفطار ما كنا حقيقة متوقعين إحنا هذا الأقبال نتمنى الأقبال يكون أكبر بالأيام الجاي عم يكون في عنا عجل اقتصادي جديد هذا بأكد على أن العجل الاقتصادي عم تترافق بانتصار جديد وبتقدم جديد مع عجلة انتصارات الجيش العربي السوري بالميدان المهرجان يعتبر محاولة متجددة للتخفيف عن كاهل المواطنين عبر تقديم السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط بالإضافة إلى أنه يقدم عروضا مغرية مقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها أكد مدير عام مؤسسة الأعلاف المهندس مصعب العوض تخفيض أسعار كافة المواد العلفية بمقدار 2700 ليرة سورية للطن الواحد وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لدعم مربي ثروة الحيوانية والحفاظ على القطيع وأشار العوض أن المؤسسة استوردت 30 ألف طن من مدة الشعيرة واستلمت أكثر من 26 ألف طن ذرة وأكثر من 14 ألف طن كسبة و669 طن كسبة قطن و4315 طن كسبة صوية من مستوردية المواد العلفية لافتا أنها تقوم حاليا بتسويق مادة الشعير من المزارعين حيث بلغت الكمية المسوقة حتى تاريخه 915 ألف طن أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أكد أن الوزارة تعمل على دراسة أسعار الحلويات وتكلفتها وتأمين مستزمتها إضافة لأسعار الألبسة وكل ما يتعلق بمستزمة العيد شعيب أوضح أن الهدف هو منع استغلال البعض لفترة الأعياد والإقبال من قبل المواطنين على الشراء في هذه الفترة لفتا إلى دور المؤسسة السورية للتجارة من خلال ما تطرحه من عروض رمضانية بغرض تحقيق شيئا من الاستقرار في الأسعار كون المؤسسة أصبحت قادرة على الاستيراد المباشر وهذه الخطوة تساهم في تحقيق استقرار وانخفاض الأسعار في السوق أكد مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا وثروة المعدنية المهندس سمير الأساد أكد عودة إنتاج الفوسفات من مناجم خنيفيس وصوان الواقعة في المنطقة الوسطى خلال الأيام القريبة القادمة مدير المؤسسة أشار إلى وجود خطة كاملة لإعادة الترميم والعمل والإنتاج في المناجم من خلال خطة إسعافية تتضمن إنتاج أربعة ملايين طن من الفوسفات الرطب عن طريق استئجار كسارات ومعدات من القطع الخاص مؤكدا التعاقد مع الشركة ستروي ترانس جاز الروسية التي بشرت أعمالها لإنتاج ونقل الفوسفات إلى المرفأ التصدير بعد تزويد معمل الأسمدة بمدينة حمص بالفوسفات لإعادة إقلاعه بالشكل الكامل بلغت إرادات الشركة العامة للتوكيلات الملاحية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 441 مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية متوزعة بين إرادات التحويلية وإرادات خدمات توكيلات أما أجمالي إرادات خدمات توكيل الشركة فقط بلغ 171 مليون وخمسين ألف ليرة سورية وإرادات خدمات توكيل الشركة الخاصة 255 مليون ليرة في حين بلغت كمية البضائع المنقولة عن طريق الشركة 660 ألف طن أكد مدير إدارة التنصيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكانية في الكويت إبراهيم ناشئ أن بلاده تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكانية خلال السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024-2025 الناشئ أشار إلى أن الكويت تبدأ العمل في 60 ألف وحدة منها ضمن الخطة الخمسية تاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2019-2020 بينما سيكون تنفيذ بقية الوحدة ضمن الخطة العاشرة من 2020 إلى 2021 ومن 2024 إلى 2025 كشفت الصين النقابة عن قطار جديد لا يحتاج إلى سكة حديدية في محاولة لتسريع النقل العام في المدن الكبرى شركة السكة الحديدية الصينية بدأت بتصميم النظام الجديد الذي من المقرر بدأ العمل به العام القدم حيث يكلف القطار الجديد حوالي 5 تكلفة نظام متر الأنفاق الذي يكلف عادة نحو 79 مليون جونيه استرليني ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار العمولات الرئيسية مقابل الليرة السورية حسب نشط مصر في سوريا المركزي سوية نلاحظ بأن الدولار الأمريكي بالنسبة للحوالات الشخصية هو حوالي 514 ليرة و85 قرشا سوريا أما بنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 517 ليرة و42 قرشا سوريا اليورو بنسبة لحوالات الشخصية هو عند مستوى 544 ليرة أما بنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 583 ليرة و37 قرشا سوريا ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار الذهب سوية نلاحظ بأن أنصة الذهب وصلت إلى حدود 1259 دولار و20 سنت للأنصة الواحدة أما بنسبة لأسعار الذهب في السوق المحالية إجرام الذهب عيار 21 أصبح بـ 18900 ليرة سوريا إجرام الذهب عيار 18 هو بحدود 16200 ليرة سوريا أما الليرة الذهبية السورية عيار 21 فأصبحت بـ 159 ألف ليرة سوريا ننتقل الآن مشاهدين إلى قطاع النفط وسوية نلاحظ بأن خام برينت وصل إلى حدود 49 دولار و32 سنت للبرميل الواحد أما بنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 47 دولار و25 سنت للبرميل الواحد هذا كل ما في جعبتنا من أخبار اقتصادية